الحمل في الأسبوع الثاني أعراض الحمل في الأسبوع الثاني جاء الأسبوع الثاني للحمل ومع كل ما في الأمر من غرابه فإنك لا تزالين غير حامل كيف تحدث عملية الإخصاب؟ تحدث عملية البويض مرة واحدة كل ثمانية وعشرون يوما حيث تخرج البويضة الناضجة من المبيض وتنتقل من خلال قناة فألوب إلى الرحم حيث تنتظر هناك الخلية المنوية لكي تقوم بإخصابها هناك فترة زمنية تمتد نحو 12 ساعة فقط والتي يمكن فيها حدوث عملية إخصاب البويضة بحيث إنه إذا لم يحدث ذلك تحدث الإباضة في نهاية الأسبوع الثاني ثم يليها الإخصاب لذلك فإن اختبار الحمل يمكن أن يعطي جوابا إيجابيا فقط بعد ثلاثة أسابيع من اليوم الأخير من الدورة الشهرية هل أنا حامل بالفعل؟ حتى الآن لم يحدث أي شيء بخصوص الجنين لأنه كما تم الذكر سابقا لا يزال غير موجود حساب أيام أتبويض من ألمهم التنبؤ بموعد الإباضة عند النساء اللواتي يرغبن بالحمل وكذلك بالنسبة المراه التي تحاول تجنب حدوث الحمل وتستخدم طريقة الأيام الآمنة بما أن مدة الدورة الشهرية يمكن أن تتراوح بين 21 إلى 39 يوما فإن موعد أتبويض يمكن أن يمتد لفترة زمنية طويلة تصل إلى نحو أسبوعين ابتداء من اليوم السابع من الدورة التي تستمر 21 يوما وتنتهي في اليوم 25 من الدورة التي تمتد إلى 39 يوما خصائص مميزة لأيام أتبويض يوجد بعض الخصائص المميزة لأيام أتبويض وتشمل ما يأتي الزمن يحدث نزيف الحيض لدى أغلبية النساء بعد حوالي 14 يوما من الإباضة ونظرا للتغيرات الكبيرة التي تحدث من دورة إلى أخرى فإنه يجب حساب متوسط طول الدورة باستخدام الإحصاءات للأشهر الثلاثة الأخيرة ثم وطرح 14 يوما منها لا يزال من الصعب الحصول على مثقية كافية لتحديد موعد الإباضة بالاعتماد على بداية فترة الحيض الأخيرة ولكن يمكن تقدير الموعد الإفرازات من الممكن متابعة التغيير الذي يحدث في مخاط عنق الرحم ويسبب إفرازات مختلفة من المهبل إذ أنه في الأيام التي تسبق الإباضة يفرز عنق الرحم بسبب تأثير هرمون الإستروجين مخاطا منخفض اللزوجة معد لتمكين الحيوانات المنوية من البقاء على قيد الحياة على العكس من ذلك، يتم إفراز مخاطذ لزوجة مرتفعة بعد الإباضة معد لتدمير الحيوانات المنوية درجة حرارة الجسم أثناء الفترة التي تحدث فيها الإباضة تنخفض درجة حرارة الجسم قليلاً ويمكن فحص ذلك بواسطة ميزان الحرارة في الفترة التي من المفترض أن تحدث فيها الإباضة